أول شيء نقول الحمد لله على السلامة لأنك واصلة من السفر ما أليك زمان يعني بعد سفر طويل يعني من جزء الأول وجزء الثاني بعدين المنصة بعدين أجيتي على سوريا وأول ما أجيتي على سوريا شو شو كورونا كورونا الوطن غير لا تقليلي لا تقليلي إليك سنتين بره سنتين بره سنة منهم كورونا بكل العالم ما صارت معك وصلت لهون وصلت لهون الحمد لله هلأ الحمد لله على السلامة وطلعت النتيجة سلبية آخر شيء أكيد ما طلعت إيجابية وجاية وجاية بكل أكيد بس أحكيلي كيف كنتي بهذا الوقت يلي كل العالم حجر وكل الدول وإغلاقات وكذا وأنتو محجورين بمكان واحد لوقت كتير طويل كيف تعايشتي مع هذا الوضع أربع شهور حجرنا ما صورنا نحنا قبل الحجر كنا كان صرنا شهرين ثلاثة تقريبا عم نصور هذا جزء الثاني هون عم نحكي عن الجزء الثاني تمام كان صرنا شهرين تقريبا عم نصور بعدين وقفنا أربع شهور بعدين كملنا لآخر السنة يعني هي فعليا سنة كاملة بس أربع شهور جدا كانوا متعبين لأنه المكان اللي كنا فيه كان كتير صارم يعني بمعنى أنه أنت عندك بس كل خمسة أيام تنزل على سوبر ماركت خمس ساعات فأنا كان بالنسبة لإلي هاي أحلى مشوار بالعالم صار بالنسبة لإلي سوبر ماركت هو كتير كتير حلو شوپنج ممكن اشتري من عنده ببنطلون يعني خلاص المهم أنه بدك تستغل للوقت لآخر خمس ساعات ضل بسوبر ماركت ولا عم بعمل شي غير عم باخد غراض بس في أوقات وصلنا لها عن جد بكينا وعن جد تعبنا يعني أنا من الناس اللي مثلا أنت بتعرف نحنا كنا عايشين بأوتيلات فبتعرف البرادات طبع الأوتيل مثلا أنا لأ أم بحكي كتير تفصيلة صغيرة بجوز في كتير عالم أكيد عانيت أكتر في كتير عالم جاعت وفي كتير ناس بتشغل بشكل يومي بس كمان هذول التفاصيل أنا دايقتني كتير وبكتني كتير بس الحمد لله على كل شي على أنه قد ما كان متعب مو أكتر من يعني من غيرنا يعني من ضل أرحم وأحسن البرادات مثلا ما بيضل الخبز فيها خمسة أيام ليصير الوقت الثاني أنا فكنت أنا أحيانا أكل خبز يابس أنا ما فيني بدون خبز الخبز أساسي أساسي فأنا عن جد عانيت عانيت الأكل يخرب عرفت هاي عم بحكي تفاصيل صغيرة فيما بالك أنت محجور بغرفة متوتر كل الوقت بعيد عن كل الدنيا ما بتعرف شو عم بيصير بعيد عن كل شي يعني عن لغة تانية ناس تانيين وما عم تتعامل فأربع شهور كانوا عن جد صعبين كتير سيئين سيئين مو صعبين كنتي خايفة من يعني أخذ احتياطاتك مية لحالهم خلونا ناخد احتياطاتنا ممنوع تتحرك من آخر ما في شي عن جد ما في شي ما في غير السيدليات فاتحة كل الوقت سوبر ماركت كل خمسة يام يعني هاي حقيقة كانت جينا على سوريا بالمنصة بالمنصة كان مفروض أنه يكون في شي بالشام هون كان عم بلش قرب يعني عم بلش مبحو حصوتي كذا مدري شو رجلية عم توجي عني فقلته يعني ما لحقت ورحت عالبيت نمت ما فقت بهالبساطة تعب شديد لا متعب لا متعب نمت مفروض أنه عم رشح ما فقت بازل أنا فقت ما بعرف أي يوم يعني ضل يومين أنا ما فقت عرفت شو عرفت أنه خلص أنا شكلي تعباني كتير صرت أسعل بطريقة حس القفص الصدري عم يتضخم ويرجع هلأ أنا سمعت كيف الكورونا بتكون سمعت كيف العوارد بتكون بس ما توقعت به هذا السوء رجلي ما بقى حملوني أنا كتير تعبت بالكورونا كتير جدا يعني شكلا مناعتي ضعيفة ففعلا فورا لقطت شو الهواجس اللي صابتك لما تأكدتي من نتيجة البيسي بار أبدا 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 لقلك شو صار تعاملت معه وكأنه فعلا بس قريب بس قوي بس فعلا تعبت فصرت تحدث كأنه شخص يومين ثلاثة ورائحة يعني عن جد طلعت القصة لما بتتعامل معه بطريقة نفسية تانية بتجاكرة بتقوم بتروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر